يا حسننا الأزلية يا قيثارة الشوق المطعم في وقت قفتت فيه مظاهر الانشطة الثقافية في محافظة شبوة بل قابت معظم الانشطة تماما كراء الأوضاع التي تعيشها البلاد بعد الحرب جاءت هذه الندوة الأدابية للاحتفاء باليوم العالمي للشعر في الحادي والعشرين من مارس وفي هذه المناسبة قدم أكاديميون من كلية التربية بالمحافظة قراءات نقدية للشعر والتحولة الكبرى في الشعر العربي بالإضافة إلى مختارات من الإبداع الشعري لأبناء المحافظة كما أعلن في هذا اليوم أيضا عن ميلاد جمعية الأدابة الشباب في شبوة رغم الظروف العسرة والصعبة في هذه الأيام إلا أننا استطعنا بمعية مجموعة من الأساتذة في كلية التربية في شبوة استطعنا أن نكثف الجهود ونستدعي الكفاءات والملكات من أبناء الكلية ومن خارق الكلية ووجدنا أن هناك اهتماما كبيرا بالشعر وبالأدب عموما ورأينا أنه من حق هؤلاء الشباب أن يكون لهم كيان أدبي وشعري يعولوا على هذا الكيان الوليد المتمثل في جمعية أدباء شبوة احتضان إنشطة الشباب واستيعاب إبداعاتهم الأدبية وكذلك تنسيق جهودهم تحت مظلة واحدة عندما كنا نبحث عن الشعراء وعن المشاركين وجدنا الكثير من من يهتمون بهذا الجانب لكنهم لا يجدون الجهات المسؤولة التي تهتم بهم نتمنى أن يكون المستقبل للأدب والشعر في هذه المحافظة مختلفا عما كان عليه في السابق حراك ثقافي كهذا يعد باركة أمل لأبناء المحافظة الذين يرون أن هذه الانشطة أيضا تمثل الجانب المشرق في كوكبة من أبنائها وهم يتحدون بذلك الواقع الباءس الذي فرضته الحرب والصراعات السياسية إبراهيم حيدرة قناة بلغيس شبوة شكرا